نروح ليه حصاد المحترفين المصريين اليوم تعالوا نشوف النهار ده محمد صلاح شارك في توديع ليفربول لكاس الاتحاد الانجليزي على يد برايتون بهدفين مقابل هدف واحد كان طبعا ليفربول ودع كمان بطولة رابطة المحترفين الانجليزية البطولتين اللي كسبهم ليفربول للموسم الماضي محمد صلاح لعب المباراة بالكامل صنع هدف وصنع فرصة وسادت تلات كرات وتنميراته الصحيحة 16 من 23 مكتش من المباراة الكبيرة لمحمد صلاح ولكنه كان من أفضل الوحشين يعني في ليفربول النهار ده ليفربول كله النهار ده كان ساي جدا مصطفى محمد النهار ده شارك أساسيا في تعادل نانت مع كليرمونت فوت سلبيا في الجولة العشرين من الدوري الفرنسي لعب 74 دقيقة سادة كرة تنميراته الصحيحة 8 من 18 لمسك كرة 27 وبرضو مش مباراة من مباراة محمد صلاح محمد أو مصطفى محمد الكبيرة يعني في الدوري الفرنسي أبطالنا بقى أبطالنا اللي خدوا بطولة النهار ده أحمد حجازي وطارق حامد كسبوا أول بطولة مع نادي اتحاد جدة بعدما فازوا النهار ده بالسوبر السعودي على حساب فريق الفيحاء بهدفين دون مقابل ألف مليون مبروك لأبطالنا الدوليين أحمد حجازي وطارق حامد طارق حامد لعب المباراة بالكامل النهار ده تنميراته الصحيحة 114 من 116 رقم رائع جدا لمس الكرة 128 مرة وتدخلاته الدفاعية النجاحة كاية 6 مرات وطارق حامد متقلق جدا مع الاتحاد جدا أحمد داح